رأيي هذا انطرح من زميل وصحافي إلى وزنة حيدر وصل إذا مجابل هو المعيار شن المعيار؟ المعيار الانجاز يعني تهي مدرب حق الانجاز هذا المعيار أنه مدرب جيد يعني يعني خاصة بعد أنه مدرب يكبو كبو لا أبو علي أنت صحافي أنا أحكي على الأراء اللي انطرحت أثناء البطولة أكيد أنا أقول لك يعني رأيك يا أراء منطقية؟ لا لا هو شوفه يا حيدر أكو تخندق خلينا نكون يا واقعين أنا أكو تخندق باتجاهات يعني غير غريبة على الوسط المعيار شون هو تخندق؟ يعني هسأل بعض يقول لهم إحنو هذا المحلي هذا غير محلي على شنو؟ مدفوعة الثمانية لا لا خندق أنا أباشر عقبة لا أنا بس أقاضع أنا أباشر شخص صحفي يتكلم عليك نقول جمعة ثامر مع ترامات لك يعني يعني مو صحفي صح لو لا صح أنت بالعاكس صحفي محنك وهاي إحنا اليوم هذا اللي قاعد يصير وياك أنا مؤسداح لك النقطة وأكو تناغم مع ما يطرح بعض المواقع أنه هذا يعني مصدك على التعليقات على التعليقات لا توقع كثير ترى تشتغل على الجانب بيوم دكاترة واصلي مرحلة بالتدريب بالإعلام بالصحافة للأسف يدور لي لايك وتعليق يا هواي أنا أقول لك والله بكثرة بهذا الجانب هسأ أشوف إحنا بعض الآراسة مثلا يعني أنا أطلع دائما وقد يكون بهذه الفترة دعمت كثير من درمحل وهذا الشيش ليستحق الدعم يعني رابح حقق إنجاز ما مغريب يعني أنت تأهلت إلى أولمبياد باريس يعني بعد شون المشكلة يعني بعد أنت الفريق العربي الوحيد من غرب أسيو يعني إنجاز بالتالي هسأ من تمدح عاضي شديش بأحد القنوات وكذا ولا تتباوع تتفاجأ بالتعليقات كلها سمبيت الجاه شون العقل الجمع اللي يحركهم زيان من يغذي هاي الحالة يعني ما جاء يعرف شون المشكلة يعني بالتالي هسأ ولا واحد فرحان بالإنجاز يعني قليل فرحان بالإنجاز يعني إحنا كنشفنا بطولة الخليج الشوارع انتلت بالاحتفالات حسن تجي بمقارنة إذا أنت رياضي حقيقي وعدك طرح حقيقي إذا تجي تسوي بمقارنة تاهل لولمبياد باريس أعلى من بطولة الخليج بعشرات المرات يعني واقع حال إنجاز عالي إنت راح تتواجد في ثاني بطولة بعد تسع يعني الفرحة اللي صارت متوازحة من إنجاز ما أنا ما شفت فرحة يعني واقع حال ما شفت فرحة للأسف حتى أثروا ما شفت فرحة؟ أنا ما شفت فرحة للعراقيين لا لا ماي يعني ما شفتها ما لما سيتها بالشارع للأسف أثروا حتى على العقل الجمع للجمهور يعني ما عرف هاي التغذية منين جتها إيش إحنا خلقنا جمهور جمهور يحب العراق ويحب المنتخب يعني خلوه ما يفرح بتأه هون المنتخب أولمبي لأن يدربوا أقراض وشين شيء يعني ما عرف يعني بها السوء حقيقة هي حقيقة